ابدأ مع استاذة دينا اول مصرية تعمل توكيل التبرع بعضاها بعد الوفاة افتخر اه دفقه 18 ايه افتخر ايه اللي خلك تقرري يعني عاوزة يعني اعرف وعملتي توكيل فين وازاي والمين وايه والناس اللي حواليكي قالوا لك ايه وكان رد فعلهم ايه تسمعيلي قبل كل ده افضل اشكر سيادة الرئيس لانه حقق لي حلم كنت بحلم بيه بقالي 45 سنة الحلم اللي بشوفه اليومين دول بحلم بيه بقالي 45 سنة كنت بتحلمي بايه بتبرعوا بالعضاء انه يتم تقنينه في مصر طبعا يعني من 45 سنة وانت بتفقري في الموضوع اه ايه اللي خلك تفقري فيه اصلا شفتها يعني اما سمعت انه دي موجودة في امريكا حسيت انه دي حاجة في ممتهى ناس متحضرين يعني قلت ايه الناس المتحدرة دي ايه الناس اللي بتفكر في غيرها دي ايه الناس اللي عندها احساس بالاخرين دول اعجبت بالشعب ده اعجبت بالفكرة دي ازاي انه فيه ناس بتفكر انه فيه حاجة هي بكده كده انا دايما نقول انا مش بطلب حاجة حضرتك او حضرتك محتاجينها احنا بنقولك بمنتهى اللطف وبمنتهى الادب منفضلك لو تكرمت لو سمحت بعد ما تخلص رحلتك في الحياة سبها لنا وانت ماشي بس عشان دي ممكن تغير حياة بني ادم كل واحد وحررته بقى الشخص دي طبعا 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 وقتها عملت التوكيل مين وخدتي القرار ده ازاي في 2018 بحثت ازاي اعمله انا كان نفسي من زمان بس بكل اسف وده بيدل انه الاعلام مش بيوضح الصورة بشكل كافي ومش بيصلط الدوق على الموضوع بشكل كافي عشان انا يكون فيه قانون صدر في سنة 2010 وانا معرفش غير في سنة 2018 ده بيقول انه الموضوع وانا حللته لقيت انه كل سنة في اسبوعين في السنة بيهو حوالين سبتمبر اكتوبر البرامج تتكلم كل برنامج بيتكلم مع ضيف او ضيفة او مجموعة زينا كده وخلاص ما بيكررش مع شخصيات مختلفة بافكار مختلفة ناس متورين لا هو مرة يعني قارئوا الناس برنامج ما عرفش ايه برنامج برنامج اسبوعين ده مش ممكن يغير في وعي شعب الاسبوعين دول استحالة يغير في وعي شعب نعم طب حضرتك انا مطلوبة انه الناس المتنورة تتكلم الكتاب يتكلموا المخرجين يخرجوا المنتجين ينتجوا التوكيلة هو حضرتك صورته اللي حضرتك عملت في الشهر العقاري توكيل لمين بقى اللي صرح وزارة الصحة اه بالتبرع بكل دلوقتي واللي العلم ممكن يكتشفها قدامه وبرده عايز اعلق على حاجة منفضلك في الموضوع ده فضل انه انا عايزة القانون يشوف موضوع يفتح سن بتاع التبرع بالأعضاء لانه دكتور محمود الميتاني كان عمل مداخلة في برنامج انا كنت فيه الاسبوع الفات وقال لما قلت انه فيه واحد تبرع وده محطوط على ممكن اي حد يتأجد من المعلومة دي 95 سنة فقال انا يعني انا مش احسن اوبشن لو انا فوق الخمسين مش احسن اختيار لكن اكيد انا احسن من ان الانسان يموت يعني الواحدة الكبير في السن احسن من انه المسحة وليك لما قلت لهم انا عملت توكيل في الشهر العقاري لوزارة الصحة وهتبرع بقى عضائي قالوا لك ايه تفوتت يعني اخواتي عارفين انه دي قمنيتي من زمان بقيت الناس بقى بقيت بصيري على اني مخي غلبان خيالية بحلم بحاجة مش هتحصل ولا بعد مئة سنة بخبت دماغي في الحيط استهزاء طبعا بحاولت على الفيسبوك بتشتم ويعجوز ويشمطة وحاجات كده بس مش مشكلة خالص انا ما عنديش مشكلة مع المهم كمان شواه هنشوف رأي الناس في الشارع في الموضوع ده تهلو